حقيقة مجلس الدولة فاقم الأزمة الليبية بوضع هذه القاعدة الدستورية حقيقة لو رجعنا إلى اتفاق الصخيرات نجده هو جسم استشاري ليس إلا لا علاقة له بإصدار التشريعات ولا بوضع قواعد الدستورية وليس له حق في إصدار القوانين ولا هو مجرد جسم استشاري لمجلس النواب وهذا وفق الاتفاق السياسي حقيقة يعني لكن الآن دخلنا في نفق يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أنا أعتقد أنه هو الغرض أو السبب المباشر لإصدار هذه القاعدة أو لإصدار هذا القانون أعتقد أنهم يريدون أو يسعون إلى تأجيل الانتخابات لكن دكتور مختار قبل أن يأتي إلى هذه النقطة يعني أليس من صلاحياته مثلا أن يقترح مثل هكذا قواعد الدستورية عندما يتأخر البرلمان عن يعني وضعها ويتم عرقلة يعني أليس من هناك لا يمكن اعتماد ما يأخذه والتصويت عليه في البرلمان ألا توجد مثل هذه الآليات لا لا هو في الحقيقة البرلمان أصدر قانون وانتهى العمر يعني البرلمان أصدر قانون كون رضى عليه الليبيين أو لم يرضوا رضى عليه مجلس الدولة أو لم يرضى أصبح القانون ساري منذ التصويت عليه في مجلس النواب لكن هذه مش من مهامة أساسا هو يعني هو يقترح القوانين صح المجلس الشاري بعد لكن القانون صدر مجلس النواب أصدر قانون أصدر قاعدة دستورية لانتخاب الرئيس وانتهى العمر يعني الآن نعود إلى المربع الصفر وليس المربع الأول لعدنا إلى الآن هذا بمثابة حقيقة يعني بمثابة أعلان حرب يب يعني هنا إذا كان ليس له وزن قانوني فلماذا نعود إلى النقطة صفر هل هناك اختلافات كبيرة ألا يمكن التوفيق مثلا بغض النظر أنه هذا أمر ليس مناطم به البرلمان قال كلمته لكن هل هناك اختلافات كبيرة بينما صدر ألا يمكن أن يكون مجرد مثلا حفظ لماء الوجه أو محافظة على دور وإنما يصب في نفس الأمر لا لا هو حقيقة يعني الآن مجلس الدولة ليس له دور يعني بعد اتفاق صغيرات وبعد اتفاق جينيف وبعد تشكيل لجنة السبعين للحوار يعني إذا كان تأخر مجلس النواب كان يفترض أن تذهب إلى لجنة الحوار لإقرار القاعدة دستورية هذا ما اتفق عليه الليبيين لكن مجلس النواب أصدر القانون وانتهى الأمر يعني مجلس الدولة الآن يريد فقط تأجيل الانتخابات لأن المسيطرين بعض من بعض من أعضاء مجلس الدولة استهجنوا الأمر الذين أصدروا هذا القانون أو هذه القاعدة السورية هم جماعة الإخوان المسلمين فقط وجماعة الإخوان المسلمين يهربون من حكاية الانتخابات في 24 دستمبر لأنهم يعرفون أنها النتائج ستكون مثل ما حدث في المغرب لن يصلوا من جديد أو لن يحكوا من جديد وهدفهم هو البقاء في السلطة وهذه حقيقة يجب أن نعرفها إذن الآن مجلس الدولة يدفع في اتجاه حرب في ليبيا طيب دكتور مختار مفهوم الآن يدخل ليبيا في نفق آخر نعم أليسم هنا مفروض أن تتدخل الأمم المتحدة أو لجنة الحوار أو غيرها من أجل إيقاف هذه الازدواجية وهذه العبثية من الذي يمكن أن يتدخل هنا طبعا هو مجلس النواب يجب أن يستمر الآن يجب أن يصدر قانون لانتخاب الجسم بالتشريع الجديد لكن البعتة الأمومية بصراحة الآن أصبحت ضعيفة خاصة في الوضع الحالي وينتهي عملها نهاية الشهر ولم يودد لها أتصور أن لجنة الحوار يفترض أن هي التي الآن تقوم بجمع الطرفين أو تصدر بيانة على الأقل تدعم فيه مجلس النواب أما يبقى الأمر هكذا فحقيقة لن يؤدي إلى أن نصل إلى انتخابات في 24 ديسمبر القادم أشكرا شكرا جزيلا ضيفي من بنغازي الكاتب الباحث السياسي دكتور مختار الجدالة موسيقى موسيقى